ومن أسباب محبة الله عز وجل المجاهدة الإنسان يجاهد نفسه ربنا عز وجل حتما سيختاب لك يقول ربنا عز وجل ما كان الله اللي يضر المؤمنين على ما أنتم علي حتى يميز الخبيث من الطيب ما معنى هذا الكلام يا ربنا عز وجل يبعث لك اختبار حاجة معينة كي يكون فيها معصية ويكون فيها رغبة هتفضل بقى نفسك محبة نفسك ولا محبة الله لو انت فضلت محبة الله يبقى انت كسبت نجحت في الامتحان وهنا سيخلفك الله عز وجل خيرا في الدين الأخيرة وسيعطيك أفضل منها من ترك شيئا في الحرام عوضه الله بخير منه في الحلال وفي أثار كثيرة جدا وقصص في ذلك تؤكد ذلك يبقى الإنسان يجعل محبة الله عز وجل في قلبه فوق كل شيء هذه المجاهدة تحقق محبة الله عز وجل يقول ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبولنا يعني بالمجاهدة تأتي الهداية من الله سبحانه وتعالى وحتما سيختبرك الله سبحانه وتعالى ويقول ربنا عز وجل ألف لهمين في سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا وآمنا هم لا يفتنون يعني مستحيل أن يترك الله سبحانه وتعالى بدون أن يختبرك وطبعا اختبار الأنبياء كان أعظم ويختبر الرجل على قدر دينه الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل في الأمثل فإن وجد في دينه صلابة زيدة له في البلاء ليه؟ لأن هذه الامتحانات والنجاح فيها بيزود ثبات الإيمان في القلب ربنا عز وجل اختبر أخي الله إبراهيم بأعز ما عنده سيدنا إسماعيل وجاءه على كبر كان محروم من الولد بعد ثمانين عام وكانت امرأة عاكر تمام؟ رزقه الله بنبي اسمه إسماعيل يختبره أن يسبحه وسبحانه نجح في الامتحان وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤية يعني نجحت في الامتحان إن كذلك نجز المحسنين وربنا عز وجل بأ امتحن السيدة مريم وهي أطهر نساء العالمين القرآن الكريم أعظم كتاب سماوي مجد وعظم ومدح في السيدة مريم العزاء اللي أطهر نساء العالمين ربنا امتحن امتحن صعب جدا تخيل لما يكونوا أطهر نساء العالمين بماذا يختبر الله سبحانه وتعالى يتحرك جنين في بطنها دون زواج اختبار صعب جدا ماذا تتقابل الناس يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوئ وما كانت أمك بغيس فالناس قالوا له امتحن صعب جدا وسبحان الله تأتي المعجزة نجحت في الامتحان وسلمت أمر الله عز وجل يبقى الإنسان دائما يعلم أن الله حتما سيمتحنه ويجعل محبة الله عز وجل في قلبه فأقول شيء أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل الملائكة لسيدنا سليمان بعد وفاة أبوه سيدنا داود سيدنا سليمان أبوه داود وكلهما نبي لما مات سيدنا داود أرسل ربنا عز وجل الملائكة لسيدنا سليمان يسأله ماذا تريد ماذا تطلب فقال سيدنا سليمان أريد أن أكون مثل أبي تكون محبة الله في قلبي أفضل من كل المحاب والخوف من الله عز وجل أعظم من أي خوف فذهبت الملائكة وربنا أعلم لأنه سميع بصير وقالت يا ربي لقد قال عبدك سليمان إن ما يرغبه الطلب الوحيد اللي يطلبه أن تكون محبتك في قلبه أفضل من كل المحاب وأن يكون الخوف منك لا يخاف شيئا أكثر من ما يخاف فقال ربنا عز وجل أي أطلب عبدي أن أكون أنا أحب شيء إلى قلبه ويطلب عبدي لسيدنا سليمان أن تكون مخافتي في قلبه فوق كل المخاف وعزتي وجلالي لأكرمنه تم ماذا أعطى الله عز وجل سيدنا سليمان أعطاه كل شيء سبحان الله الحقيقة الذين أعطوا القوة الوحيدة والقوة العزمة في الأرض يعني يملكون الأرض بكلها سيدنا سليمان وزلقرنين كما ورد من المؤمنين طبعا وربنا عز وجل أعطى لسيدنا سليمان كل شيء صخر له الريح والشياطين كل بناء وغواص وحتى اللقاء مع الملكة بالقيس قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال أتيك به قبل أن تقوم مقامك عرش الملكة بالقيس كان عشر عملاق وعرش عظيم جدا حملوه في أقل من طرفة عين سوف أحضره أمامه يبقى ربنا عز وجل أعطى لسيدنا سليمان هذا الملك العظيم لأنه كان الله سبحانه وتعالى أحب في قلبه من كل شيء وهكذا يعطي الله عز وجل لأي إنسان لما تكون محبة الله في قلبك أفضل من كل شيء سيعطيك الله كل شيء في الدنيا والأخرة إن شاء الله